لم تستطع حكومة السوداني حل أي عقدة في المشهد السياسي المتأزم في العراق بل على العكس تماماً الأوضاع آخذة بالتعقد متأثرة بعوامل داخلية وخارجية جعلت من الصعب تحسين الأوضاع حتى في نظر أكثر المتفائلين بحكومة السوداني مركز صوفان الأمريكي في تقرير جديد له أكد أن العراق لا يزال يتعرض لتحديات متنوعة بما في ذلك الانقسامات الداخلية داخل مكوناته الرئيسة وفيما بينها بالإضافة إلى توتر العلاقات بين أربيل وبغداد والدور الإيراني في هذا التوتر ويذكر التقرير أن المسؤولين في بغداد يواجهون صعوبة أكثر منذ قبل في موازنة علاقاتهم مع الشريكين المتنازعين على النفوذ أي الولايات المتحدة وإيران حيث تتخبط حكومة الإطار التنسيقي بين ولائها لطهران وحاجتها للدعم الأمريكي في نفس الوقت ويظهر هذا جليا في تناقضات تصريحات السوداني فمرة يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى ومرة أخرى يتبنى موقف بعض الميليشيات المطالبة بخروجها وبحسب المركز الأمريكي فإن الصراع القائم بين بغداد وعربيل وكان من نتائجه المشكلة الأمنية في كاركوك هو من نتاج الموقف الأمريكي من الجماعات المعارضة له في محافظات شمال العراق الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات كما ذكر المركز الأمريكي سيكون لها دور في زيادة الصدوع في المشهد السياسي لما ينطوي عليها من صراع على المناطق بين كل الكتل بل وفي داخلها أيضا بشكل قد يهدد استمرارية حكومة السوداني نفسها وضمن هذه الأرضية السياسية الهشة فلا يمكن لأي انتخابات أو مبادرات سياسية أو مشاريع حكومية أن تنجح في معالجة التوترات التي تهيمن على العراق من جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية